إسرائيل حقيقة لم تقول شيئاً يبدو من الواضح بأن الكبنة الإسرائيلة وطبعاً الآن مجلس الحرب مجتمع وملتأم الآن وذلك لدراسة تفاصيل الصفقة وهناك لا نقول هناك تعتيم ولكن آخر ما قيله وما قاله ابن يمينة نيهو أمس الذي بدأ أكثر تشدداً ضد الصفقة والذي أشار بأن الحرب مستمرة وأن إسرائيل سوف تنتصر فيها وأنها سوف تستطيع أن تنجز كل المتطلبات الخاصة الجهاز العسكري الإسرائيلي بتدمير حركة حماس بشكل كامل وهذا الحديث الذي سمعنا أمس اليوم لم يكن هناك تصريحات لافتة عند الجانب الإسرائيلي لأن الأمر الآن متروك لتلك الغرفة المغلقة التي تجمع ليس فقط مجلس الحرب من الوزراء ولكن أيضاً القيادة العسكرية الإسرائيلية المخابرات الإسرائيلية المساعد الإسرائيلي والمستشارين العسكريين الذين كلهم الآن يدرسون ويتدارسون كيف سوف يتم الرد على هذه الورقة والخيارات الثلاثة كما هي معروفة إما الموافق على الورقة إما رفضة بالكامل والقول بأن إسرائيل لن توافق عليها أو المطالبة بأن يكون هناك تعديلات الآن يبدو بأن الجانب الإسرائيلي بدأ يروج بأن هناك كان طلباً مصرياً وذلك لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة وذلك للوقوف على مجموعة من التفاصيل وكما تعلم حازم بأن التفاصيل هي أهم من فكرة الإطار الذي تم في باريس لأن التفاصيل هي المهمة الطيران، الأسرة، الأسماء، طريقة التسليم الـ 45 يوماً إعادة الإعمار، إدخال الشاحنات والجرفات هذه كلها تفاصيل بحاجة إلى مدارسة وبحاجة إلى تحقيق بمعنى أن يتم هناك وضع نقاط واضحة دون أن يكون هناك نقاط فيها لبس كل الأحوال الجانب الإسرائيلي قال على لسان مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين للصحافة الإسرائيلية بأن إسرائيل لن ترسل هذا الوفد إلا بعد مصادقة الكابنت الإسرائيلي على إرساله وهذا طبعاً إشارة بأن الكابنت لن يرسل الوفد وهذا يعني انتهاء كل شيء إلى هذا الحد واعتبار بأن الورقة لا تلبي أدنى المتطلبات الخاصة بالجانب الإسرائيلي وبالتالي عدم الذهاب أو أن يتم المصادقة على إرسال هذا الوفد كما نعلم بأن هناك وفد لحركة حماس موجود في القاحرة يترأس خليل الحي هذه الصفقة لغاية الآن لن نقول أنها تراوح مكانها ولكن على الأقال هي وصلت إلى حد يظهر فيه بأن الجانب الإسرائيلي بات أكثر تشدداً لعدم قبولها وتحديداً بن يمين تانيوه هو مجموعة من الوزراء بالرغم من أن نعلم بأن زعيم المعارضة يائير لبيت وحتى بني جانس اللذين أعرباء عن رغبتهما بتنفيذ هذه الصفقة ولكن اللذين سوف يقرر في النهاية هو مجلس الحرب مجلس الأمن القومي المساد الإسرائيلي المخابرات الإسرائيلية المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية إضافة إلى المزراء ماذا عن العمليات العسكرية في قطاع غزة المتواصلة وآخر المعلومات إسرائيلياً حول التهديد بعملية برية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة أولاً مهم أن نفهم لماذا رفح الجانب الإسرائيلي أنهى العمليات العسكرية أو كما يدعي أنهى العمليات العسكرية الموجودة في شمال قطاع غزة انتقل بعد ذلك إلى خان يونس وقالي مرتح حماس وهي عاصمة حماس وما إلى ذلك لم يحقق شيئاً كثيراً ما هو المطلوب يا حازم أن يحققه أن يأتي برأس الصنوار وأن يأتي بمحتجزين يعني هذا هو المطلوب بعد أن لم يحقق هاتين الشرطين بطبيعة الحال بدأ الآن يتحدث حول الانتقال إلى منطقة رفح ولكن لأن الجانب الأمريكي لا يريد ذلك وعمولاً بلينكين حتى حاول أن يذهب إلى كما قيل من الإعلام الإسرائيلي حاول أن يذهب إلى معبر كرم أبو سالم وتم إلغاء الزيارة بسبب مظاهرات المتشددين أو المتظاهرين أو المتضامنين مع أهالي المحتجزين والذين يعيقون إدخال الشاحنات في نهاية المطاف رفح بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو آخر شيء لم يتبقى هناك شيء ولكن في رفح هناك العدد الأكبر من النازحين الفلسطينيين هناك تدمير للعلاقة مع مصر هناك أمل بأن هناك يمكن العثور على مجموعة من الأنفاق وبالتالي الجانب الإسرائيلي يرى بأن هذه آخر ورقة يمتلكها بعد الدخول إلى رفح إذا دخلوا رفح ولم يحققوا لا رأس الصنوار ولا المحتجزين هذا يعني بأن العملية العسكرية عمليا لم تقدم شيئا للمجتمع الإسرائيلي ليس للقيادة العسكرية الإسرائيلية الآن الطلب هو جماهيري أنتم تسحبتون إلى حرب لأربعة شهور خمسة شهور الآن ولغاية الآن لم نحقق شيئا ملموسا نعم هناك مائة ألف بين شهيد وجريح ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يريد أشياء ملموسة وليس فقط تدمير المباني هو يريد عملية كوماندوس للتحرير المحتجزين يريد أن يرى الصنوار معلقا على أحد الأعمدة في شوارع غزة يريد أن يرى بأن هناك إيقاف كامل لإطلاق الصواريخ الفلسطينية والأمم من اليوم كان هناك إطلاق لرشقة صواريخ في غلاف غزة وازديروت هو يريد المجتمع الإسرائيلي شيئا من هذا القبيل الخطير الآن حازم هو ليس غزة الخطير الآن هو لبنان الجانب الإسرائيلي منذ عدة أيام وهو يرمح ويصرح بأن الذي يحدث في لبنان لا يمكن السكوت عليه والجانب الأمريكي وأيضا الجانب الفرنسي حقيقة يحاولان الضغط على إسرائيل بشكل معلن بإلغاء أي فكرة هو جاء بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد لبنان المجتمع الإسرائيلي بمجمله حسب كل الاستطلاعات يؤيد أن يكون هناك عملية عسكرية في لبنان باعتبار بأن لغاية الآن بعد أربعة شهور هناك قرابة ستين سبعين ثمانين ألف إسرائيلي في كل تلك الكبوتسات الإسرائيلية لم يعودوا إلى تلك المنازل لغاية الآن بسبب الحرب الدائرة ثانيا فتم استدعاء الاحتياط واصلت سمعة إسرائيل في الحضيط في العالم وهناك محكمة دولية فما تضير من أفهاب عملية عسكرية واسعة إلى لبنان وذلك لتدمير حزب الله والذي يستطيع تدمير حماس يمكن أن يدمر حزب الله ويمكن أن يدمر كل شيء هذا هو الذي يروج الآن بالأوساط السياسية الإسرائيلية لسببين الأول هو رفع سقف التخوف وبالتالي الضغط على إسرائيل وبالتالي إجزالها من الشجرة والسبب الثاني هو أن فعلا إسرائيل تواجه مشكلة في موضوع إنهاء الملف الخاص بوجود قوات الرضوان أو أي قوات تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطان بالملفين الشمالي والجنوبي أي قطاع غزة وأيضا الجنوب لبنان هذا يأتي على يعني بالتزامن مع زيارة بلينكين التي لم تأتي بأي نتيجة ملموسة لغاية الآن هذه الزيارة التي عول عليها كثيرا لم تقدم ولم تؤخر على الأقل بالمعلن مجرد تصريحات ومؤتمرات صحفية ولكن على الأرض لم يتم وعد وحتى مؤتمر صحف الخاص في بلينكين لم يحتوي على أي كلام جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر